الأمور تبقى تمام إن شاء الله يا ترى الكافر واضح قدامكم إن شايفها البيدي أف شايف الكتاب تمام شايفين الكافر في مشكلة الصوت واضح طمعيني أيها دكتور طيب خير البقين أرجوك حاول دخلينا أسمع صوتك أنا هتكلم النهاردة على شابتر واحد بتاع الماثماتك المودلز الشابتر ده من الشابتر المهم جدا ده هيبقى داخل في الامتحان التاني الامتحان التاني أنا مش هجيب حاجة على البارت نمبر وان اللي هو موجود في الألجبرا والدريباتب السكن ده مت تار هيبقى موجه فقط للجزء بتاع الماثماتكال أو الفينانشال ماثماتيكس starting from this chapter هنا بيقولك in this chapter mathematical models and definitions related to economics will be represented including the meaning of cost, revenue, profit and their application on small firm arrangements الشابتر ده بيدي لك خلفية بسيطة جدا ازاي اقدر اعمل mathematical modeling certain problem لمشكلة in economics طبعا المشكلة اقتصادية او مشكلة بتاعت ادارة شركة او شي من هذا القبيل بيبدأ اول حاجة بيعرفك القوست concept و القوست concept it means a negative money الماثماتيكس هي فلوس بتبقى بتسارب that means it will leave the owner's pocket هتسيب الجيب بتاع الراجل المالك او يعني هيصرفها من الاخر الفلوس بتاعت القوست ممكن تبقى relative to machinery relative to buildings relative to maintenance relative لحاجة كتيرة قوي طبعا ال definition موجود عندك دلوقتي القوست ممكن تبقى قوست related number of production units او للproduction number of units وممكن تبقى مش related للproduction directory ازا كانت القوست بتاعتك مش related للnumber of units produced ده معنى ان انت بتتكلم على fixed cost او التكلفة السابقة التكلفة اللي انا بتفحها مرة واحدة in running any small project طيب الvariable cost هي الcoasts اللي directly related لل numbers of units produced فهنا بيقولك على طولي خلي بالك ان الcoasts او total costs هي sum of variable costs plus the fixed costs لو انا بتكلم على الvariable costs اللي هي الابريفييجن بتاعها VC هتلاقي مكتوبة عندك على طول ان هي الcoast related to the production number of units لعدد الوحدات المنتجة دايما هتلاقي في الvariable costs dollars per units او dollars per acer للفدان او سعر لكل عربية دايما مرتبط بوحدة يعني دايما في الvariable costs هتلاقي فلوس مرتبطة بوحدة على سبيل المثال لو انا بتكلم على maintenance for each car لو انا عندي renting company وبتكلم على الmentenance بتاعت each car هقول ايه ان احنا we will assign one thousand per car هنخلي عندنا الف دولار لكل عربية مثلا لو انا بتكلم على units produced whatever production اللي انت بتنتجه او merchandise اللي انت willing ان انت تشتغل فيها لو انا بتكلم على t-shirts يبقى اذا التكلفة بتاعت الت-shirt بتقف علي مثلا 20 بربيس يبقى عشرين لكل قطعة لو انا بعمل meals وبعمل meals in general فبقول مثلا والله انا الكمبو ميل بتاعتي هتبقى within 8 او 8.5 دولار مثلا يبقى انا هنطلع السعر relative للميل وهكذا ده اللي بيطلق عليه variable costs السعر او التكلفة اللي انا بحددها دي بتبقى داخل فيها كل اللي انا اتحملته علشان انتج المنتج بتاعي دائما التكاليف المتغيرة بتتقسم او بتتأثر بعملين رئيسيين material costs و labor costs يعني انا لو فكرت ان انا ناوي انتج اي شيء whatsoever دايما التكاليف المتغيرة بتنقسم لجزئين يعني ايه تكاليف متغيرة يعني تكلفة مرتبطة بالمنتج اللي انت هتنتجه تكلفة خمات اللي انت هتحطها في product اللي انت هتنتجه plus تكلفة عمالي يعني لو انا ومستر نور سامير يا طرى مستر نور سامير سامعني مستر مش موجود حرك معايا مسح صح كده ها مسح صح طيب بقولك يا نور زي ما انت شايف الدنيا حر والناس مش قادرة تطبخ ولا تعمل حاجة ما تيجى ما نعمل مشروع مية مية انا وانت ايه رأيك تمام ايه رأيك نعمل محشي ليه الفكرة دي حلوة الشعب كله جعان اصلا هنعمل اطباق محشي والناس اللي كانت بتعمل محشي غالبا غالبا انتقلت من حياتنا يعني فاحنا هنقرر نعمل اطباق محشي سعر الطبق هنفكر فيه احمل اتنين مع بعض تفتكر لو احنا عايزين نعمل طبق محشي ورق عنب شكرك من الناس اللي تحب الورق العنب لو انا هعمل طبق محشي ورق عنب رأيك الطبق ده تقف تكلفته علي ازاي افتي يعني عليك انت تكلفته ولا بيعه بكم لا انا اول اعرف تكلفته عشان اعرف ابيعه بكم يعني لو طبق قل فتيت الفاتية دي يعني اللي هو على قد اللي هو على شوية الحاجات اللي هتحط حاجات خفيفة ستوب يبقى انت دلوقتي قلت على شوية الحاجات او شوية الحاجات دي اسمها variable cost لان شوية الحاجات اللي انت قلتها دي هي عبارة عن الخامات اللي هتخش في الانتاج بير كيلو ولا ايه رأيك او تمام اوكي يبقى انا رقم واحد عندي تكلفة خامات whatever بقى الخامات دي هجيب ال grape leaves هختار ال grape leaves هشوف بقى مزرعة ولا بتاعش تري منه ال leaves دي بعدين step number two هشوف الرصد هشوف الحاجات components وال spices whatever بس انا وانت مش بنعرف تنعمله احنا ما بنعرفش نلفه ولا بتعرف تلف ورق عنب لا هنجيب له مكان او هنجيب له حاجة مش هتعرف ده محتاج خبير محتاج اختبرة اساسية في عملية اللف دي المكان اللي انت بتتكلم عليها دي مفيش مكانة automated تطلعه غالبا مكانة هتحتاج بني آدم يبقى انا من الاخر محتاج عمالة ولا ايه رأيك ولا احنا الاتنين هنقض نقطع البصل والطماطم وندمع ونغني ظلموه يبقى انت كده محتاج عمالة ولا انا غلطان يا مستر نور يبقى تدور لك بقى على اثنين ستات كويسين كده من تمام قوي قوي اللي هم اروع ما يمكن يقوموا بالعملية دي دول بالعملية دي الست دي هتجد تشتغل معك اشمعنا يعني في الاخر هتدي لها طبق محشي ولا هتدي لها الفلوس الفلوس دي هتنحسب ازاي بعدد الوحدات المنتجة ولا باليوم على حسب انا منتفق مع ايه والنفرد اصلا انت بقى مش هتهجس انت هتشتغل بقى مصنع يبقى انت هتتتفق معا باليوم فلنفرد او بالشهر الشهر لو انا اتفقت معا بمبلغ بالشهر المبلغ بتاع الشهر ده انا هتسم على الوركنج دايز مهي مش مكنة هي هتجد تشتغل معا اربعة ايام في الاسبوع او خمس ايام في الاسبوع عندها عيالها وبيتها وخلافه فلنفرد انها تشتغل معا خمس ايام يبقى انت المبلغ بتاع الشهر هتقسم على عشرين بفرض ان الاسبوع في اربعة اصابيع يبقى ده سعر او اجرتها في اليوم طيب هي هتجي لك اليوم هتشتغل من الساعة تسعة لغاية الساعة عشرين بالليل ولا مثلا هتشغلها بالعافية بتاعتها من تسعة لغاية مثلا ثمان ساعات في اليوم يبقى اذا انت هتجيب الساعة بتاع الشهر تقسم على عشرين جبت اليوم تقسم على تمانية جبت اجرت الساعة صح كده يا نور صح تتخيل في الساعة هي ممكن تطلع كم كيلو اعتقد في الساعة لو هي مش زينا بقى وزي الناس الحلوين اللي معنا دول هتلاقي ها بتطلع لك في الساعة لتلاتة كيلو لو هي بتعمل عملية بس انها بتلف فلنفرد انه في متوسط اثنين كيلو لو انا كده كده لو انا عرفت انها وصلت لاتنين كيلو هقسم ساعر الساعة على اثنين يبقى انا كده حضرتك كل الغهاري اللي انا هريته ده علشان اوصل لك معلومة ايه عرفت اجيب تمن العامل للكيلو جرام يبقى انا دلوقتي عرفت اوجد تمن العمالة لكل كيلو جرام وعرفت احدد لكل كيلو جرام من المحش اللي احنا هلينتجه ده هيحتاج ماتيريالز قد ايه شوية شوية الرز شوية الجريب ريفز اللي انت بتتكلم عليها على الانيونز على عرفت القوص بتاعته حضرتك في المثال اللي مالوش اي دعوة بالبتنجان اللي انا ضربته لك دلوقتي هتلاحظ ان التكلفة اللي انا دلوقتي عملتها هي تكلفة متغيرة يعني لو انت هتنتج كيلو لو هو مثلا التكلفة دي انا حسبتها في حدود 20 جنيه 15 ماتيريال وخمسة عمالة يبقى التكلفة بتاعتها 20 جنيه اللي بقى لك ليه كيلو انا كده حسبت التكلفة المتغيرة لو عملت 10 كيلو يبقوا هيكلفوني 20 جنيه لو عملت 1000 كيلو يبقوا هيكلفوني اضرب 1000 في 20 يبقى هيكلفوك 20000 جنيه انت فاهم يا نور انا عملت ايه انا دكتور حسب 8 كيلو موقف عليك بكم كل حال في حساب 8 كيلو يا نور شفت ازاي قدرت اكسر العمال عشان اعرف السعر لكل قطعة على فكرة يا نور نفس القصة دي لو انا حبيت اعملها مع فادي في والياكوة انا بقول اي مثال يجي على دماغ لو انا حبيت ان انا مصنع كراسي بحر هعمل كراسي للبحر اما في الصيف الناس بتحب كرسي كده القديم اللي هو صديبة كده خشبتين وملفوف عليهم حيط تقوم هنعمل كراسي بحر مشروع كراسي بحر هيبقى نفس الوضع بالزبط بالنسبة اللي احنا اتكلمنا فيه خامات عمالة لو فكرت في اي شيء هتلاقي من لي الكوست بتاعتك الفاريابل اللي يبتر تطبط بكل وحدة في ابسط الصور دي هي عبارة عن الخامات اللي دخلة في التصنيع زائد العمالة بتاعتك يبقى هل اللي بالك الكوست اللي انا قلتها دي نقصة نقطة في التكاليف يانور احنا ما عملناش حسابها وهي التكاليف السبتة اللي انت هتتفحها مرة واحدة اسمها فيكس كوست زي مين التكاليف السبتة في المشروع بتلمعش بتكلمنا عليه ده يانور فاكر الحلقة اللي انت هتحط فيها الكونتينيرز اللي انت هتعمل فيها ماكسنج كل دي تعتبر تكاليف انت تشتريها مرة واحدة الاوفن اللي انت هتطبخ فيه سواء اذا كان كاونتر طب او اذا كان اوفن هتعمل في فرن يعني يبقى انت في الوضع اللي احنا بنتكلم فيه انت عندك مجموعة من تكاليف سبتة هتشتريها وهتتفحها في بداية المشروع صح يا نور يعني لو احنا فعلا ناويني على المشروع اللي انا بحكي لك عليه ده اعتقد ان تلاتين مني على تلاتين منك ممكن نقول ايه سنة ان المكان موجود هنشوف لو عندنا قطين فضيين لو عندنا مش عارف ايه في الجنينة بتاع قوضة تحت في الجراش هنتصرف بعدين هنجيب الناس اللي بتعمل هنحتاج الفرن هنحتاج حلتين ثلاثة نطبخ فيهم هنحتاج وهكذا الحياة اللي انا بقول عليها هحتاجها دي انا مش هحتاجها كل ما هعمل كيلو ده انا هشتريها وانسان فورول هشتريها مرة واحدة وبالتالي هي هتخدم عندي مش مرتبطة بعدد الوحدات يعني لو انت انتكت كيلو او اثنين كيلو او عشرة كيلو الحلل اللي انت اشتريتها والخلاط اللي اشتريته والاوفن اللي اصبح عندك ده مش هيرتبط بعدد الوحدات المنتجة ده مثال بسيط جدا وانا بحب دايما في المنطقة دي او في الجزء ده ان انا اناشك بالتفكير واحدة بواحدة يبقى يا شباب انا مجمل اللي انا قلته الكوستس هي الفلوس اللي انت هتدفعها علشان تحصل على المشروع بتاعك الفلوس دي على فكرة بعض الاحيان بتبقى خدمات لكن انا منلي هتكلم على الكيس ان انا بعمل بيها بروجيكت يبقى انا عرفت ان الكوستس بتكون من وفيكسة كوست كده قبل ما افكر في التسعير يعني قبل ما افكر انا هبيع بكام يا نور لازم اجمع التوتال كوست او احسب التوتال كوست بتاعتي تفتكري يا ميس هاجر التوتال كوست هتبقى ازاي هاجر اول واحدة دخلت النهار ده ها ايها ميس هعملها ازاي هاجمع 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 يبقى انا تكلفتي السابتة زائد تكلفتي المتغيرة تكلفتي توتال كوست اعتمادا على الجزء بتاع التوتال كوست الفاريابل منلي والفيكسة كوست هابدأ افكر يا نور انا ببيع بكام كده الكيلو مثلا بيكلفني عشرين جنيه بس خلي بالك انك شايل ريسك ان الحاجة تنباع لو ما نباعدش ممكن تحطاه في التلاجة في الفريزر في السعرها ينزل او تبوز لو في التلاجة فمتشايل ريسك ان ممكن يبقى فيه مارشدايز هتبوز هتبقى دفقت اصلا طب الحل نعمل ايه يبقى انا لازم ارفع هامش الربح كمان عايز اكسب انا هاعد اتعب نفسي واتابع الناس دي وابتشتغل واشتري واعمل وبعدين في الاخر مش مش هكسب خلاص احنا فلنفرض ان هنبيعه بسبعين جنيه ال 8 كيلو على فكرة هو فعلا في بعض الاحيان او دات السعر المتعرف عليه في الماركد يعني 60 جنيه 70 جنيه عكده ممكن يزيد كمان عن كده يبقى انا هيتكلف علي عشرين بعد ما ازبط العمالة وازبط الخمات واخلاف معايا مستر نور يبقى انا الاول لازم احدد ال variable costs طبعا زي ما حضرتك عارف وطبعا انا جبت total costs بعد كده هبدأ اتكلم على revenue function خلي بالك قبل منقل من ال costs لاني دي بتعمل اخطاء كتير ال costs فيها جزء relative لل number of units شوف انا اكبرتلك دي ازاي لازم هيبقى عبارة عن dollars per unit ده على طول اول ما بلمحه انا بتكلم على variable costs الفقس دايما هتبقى لام بصم هحتاج 20,000 30,000 40,000 400,000 هحتاج رقم لام بصم رقم it's an amount it's not related to the number of units produced لو انا نزلت على revenue function revenue function دايما هي عبارة عن price في number of units sold ده كده ال revenue الدخل يعني خلي بالك يا نور لو انا ببيع على فكرة هو انا لو عملت محشي هعمل وحشي ورق عنب بس ما انا لو انا جبت التولز وعندي العمالة يبقى هعمل محشي ورق عنب ومحشي ورق كرومب ومسلا سي فيه ناس بتحشي ورق خاص بعدين وين نعمل نعمل اج بلانت بتنجان وشوية فلفل وشوية بصل ومش عارف ايه يعني اذا اصبح عندك اكتر من ايتم كل ايتم فيهم مش هتبيع بسبعين جنيه يبقى اذا اصبح فيه اسعار متغيرة يبقى في الحالة دي هتبقى revenue function هي عبارة عن x1 عدد الوحدات اللي انت بتنتجها من النوع الاول في b1 اللي هو السعر بتاع المنتج الاول بعدين plus x2 في b2 بعدين plus x3 في b3 بعدين plus x4 b4 وهكذا علشان كده هتلاقي revenue function هي عبارة عن sum العلامة اللي حضراتكو شايفينها دي معناها مج موع حاصل ضرب xi في b i ال x عدد الوحدات المنتجة ال p سعر كل واحدة فاهمي يا نور شباب انتوا فاهميني متابعيني اه يوم انت لو واحد جالك مثلا قال لك الله انا اعايز خمسة ورق عنب على خمسة كرومب على ستة مش عارف بتنجان اروح مسك على طول الليست بتاعي واروح ضارب خمسة في سبعين تلاقي الراجل بيعمل كده على طول زائد ويروح اقول لك والله ده الحساب قد كده ده كده اسمه بس هو انت كده يعتبر كسبتي ايه يا مستر نور انا وانت كسبنا ايه فكر كده اخسل منها لعشرين جنيه من السبعين يعني السبعين اخسل منها لعشرين الحاجة المتارية لنفسه بس الخمسين دول مش مقسب الخمسين دول الاول الخمسين دول الاول لازم يغطوا الفلوس اللي دفعنا من جبنا ولا ايه يا مستر نور احنا في الاول اشترينا فكس دفعنا تمن الديهان بتاع الاوضة والحلل وال اوفن والخلاط والحاجات دي كلها والمعالق والبتاع اللي هيعجنوا بيهم كل الافلام دي يبقى انا في الاول لازم ادفع او لازم ارد التكلفة السابتة بعد خده يتحس بربح طيب دا يجر للقانون الاخير عندك في الجزء دا اللي هو بتاع البروفيت فونكشن بروفيت فونكشن هتساوي التوتال ريفينيو ماينس التوتال قصد يبقى انا هجيب الريفينيو واشيل منه التوتال قصد الدخل اللي تخلي اطرح منه كل التكاليف الاجمالية امتى بقى اكسب امتى اكسب لما الريفينيو يدخلك يغطي التكاليفة السابتة والمتغيرة يغطي الاثنين كده يبقى حضرتك كسبت لذلك هتلاقي بعض الناس تقولك ايه بيشتغل ومشاء الله تمام وبيبيع يقولك والله انا لسه محاكش مربح انا لسه مربحتش انا في الفترة الراهنة برد رأس المال لسه مردتش رأس المال انا قطيت استثمار 8 15 20 1000 يبقى لازم الاول يبقى في تجريل مبدئي يرد الاسد يرد الاسد اللي انت استخدمته انا بفكر افتح اي مشروع يبقى ده اللي هو اسمه دراسة الجدوى يبقى انا في اي project قبل ما اقوم اشتغله يلا يا رجالة نقوم احنا الاتنين ننزل نجيب الحلل والبتاع ونشوف لنا روك نشتغل فيه لازم في الاول اعمل دراسة الجدوى ايه دراسة الجدوى اشوف انا هصرف كام تكلفة متغيرة كام الدخل هيبقى كام الفرق بينهم هيطلع بكام هيغطي التكاليف السابتة بعد قد ايه من هنا ابدأ اربح انت فاهمني يا نور الفلوس اللي بتدخل قبل ما بتغطي التكلفة السابتة ما يعتبرش مكسب انت دفعت اصلا من جيبة فانت لازم ترد اللي انت دفعته الاول بعد كده يخش المكسب ده بالنسبة للناس اللي هي فهمة مصبوط هو بيعمل ايه طبعا زي ما انا قلتلك الكلام ده كله لازم بيتعامل بري قبل قوم بالبروشيكت بتاعنا على فكرة فعليا يا نور لو احنا فكرنا في البروشيكت اللي انا بكلمك فيه احنا لازم هنعمل كل الحاجات دي هنقعد انا وانت كده نضرب لنا كوبايتين شاي تمام او في انجالين اهوة حلوين وانفكر انا محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا ويا ريت لو احنا دي فريزر بعدين هتحتاج حد يقولك بس انت لو الشغل الكبس عليك انت يا اما تجيب عامل يهندل عملية الهايجين لا اما يبقى عندك ستيمرز ويونتس تعمل تنظيف للمعدات بتاعتك ريمون هيروح طالع من الوسط يقولك بس خلي بالك انك ممكن لما تجبر شوية يجيلك هلس انسبكتر يجي واحد كده يقولك ايه اللي هدوم اللي انتو لابسينا دي ايه اللي هدوم المبقعة دي ايه ديك دي مش نظيفة ازاي تحطها في اكل الحاجات الجهزة اللي انت بتستخدمها مش ما هياش متعقمة كويس وانت مش واخد بريكوشنز كويسة ممكن تسبب انك تعمل مشاكل يبقى انت ده معناه ان انا بعمل في البداية لازم اعمل بلانينج بتاعي دي يجريني برضو لنقطة مهمة جدا احنا هناخدها في الشابتر ده وهي البرك ايفن اناليسز وقت ما انا كلمت رامي ان نور امصري وقلت له احنا علشان نكسب لازم نرد اصل المبلغ نور زعل والكل احبط الكل كان فرح داخليا فرح انه هيعمل حاجة بعشرين هيبحها بسبعين يضرب خبسين يبقى كده العملية 100 داخليا اتحرك فيك الموتيفيشن اول ما انا قلتلك انا لازم اسد التكلفة السابتة بتاعتي بدأت العملية تبقى ايه اه الارف لسه اه كده يعني خلي بالك انا مهمة اسد رأس المال بسرعة يقوم يجيلك حاجة اسمها البرك ايفن اناليسز معايا ميس هاجر البرك ايفن اناليسز ده غاية في الاهمية اللي هو يا مريم ويا اسراء هو عبارة عن اسمه تحليل التعادل او نقطة التعادل يعني امتى عدد الوحدات بعد كام كيلو محش يانور اعمله وبيعه اسد تمن اللي انا دفعته من جيبي بعد كام كيلو متر من عملية التشغيل هسد المبلغ اللي انا استصمرته او استلفته لازم ده يبقى محسوب من البداية انت هيجيلي بريك ايفن ولازم يبقى البرك ايفن ده رياليستيك عشان اعرف بالظبط انا هسد او هرد الكابتل اللي انا استصمرته في فترة زمنية مقدرها قد ايه يعني بعديها هكسب قبليها مش هكسب زي ما انت هتشوف في المسائل بتاعت الشابتر ده ملخص اللي انا قلته ملخص اللي انا قلت دلوقتي انا عندي اي بروجيكت انا بفكر فيه وتذر انت عايز تعمل ايه عايز تنتج كهرباء عايز تعمل محطة تحليط مية عايز تفتح طريق عايز تعمل اي شيء ما بيخرجش عن الكلمتين اللي انا قلتلك عليهم رقم واحد تكاليف متغيرة رقم اتنين تكلفة سبتة هما اللي اتنين على بعض يديلك التكلفة الاجمالية لازم يبقى عندي revenue function لما بطرحهم من بعض بيديني profit function لازم اجاوب على السؤال امتى هرد الاسد امتى ارجع الاسد امتى ارجع الاصول اللي انا استثمرتها وده اللي بيطلق عليه break even اذا اي واحدة من النقاط دي مش محسوبة كويس بروجيكت بتاعك هيبقى under the risk انه هو may not be a successful project انزل معايا هتلاقي الكلام ده كله مكتوب عندك وكمان مكتوب لك steps بتاعت اي model انت عايز تعمله you have to read the model very carefully you have to define the variable costs والfixed costs بتاعك توجد the total costs all together you will have to find the suitable revenue function based على ال units اللي انت اخترتها الprofit function وهنشوف break even كمان شو عيد المثال الاولاني ده مثال ظريف لطيف لو انت فهمت كلامي بقى بتاع المحش اللي انا اتكلمت عليه المثال ده تحله انت مغمض مين يحل معايا انا عايز اسمع صوت الناس وليكن احمد ممدوح يا طرى سمعني بسرعة محتاج حد بسرعة مين يحل معايا مين يحب يحل معايا بسرعة بس هجر انا اسمعت صوتك مين تاني روان طمام احلم مع حضرتك اه تعالي بص كده يا روان بسرعة اعري المسألة دي كده انا هقراها احتمال ما يكونش الشاشة بتاعتك واضحة بيقول هنا احنا we have a Dell electronic factory عندنا مصطع مصطع Dell is producing one type of processors بينتج معالج رقبي processors for computers for cell phones whatever the annual fixed cost for running the factory is 2M 2 مليون اللي بارك دي الانيوال fixed cost تمام انا اصلا غلطت وقلتلك معناها 2 مليون the labor cost is 10 dollars per unit the material cost is 17 dollars per unit the sale prices is supposed to be 50 dollars per unit تمام يا روان ايه تحب نعيدها تاني المصنع بتاعي بيشتغل في السنة تشغيله في السنة هيكلفني 2 مليون 2 مليون خلي بالك زائد 10 دلار لكل قطعة دي العمالة زائد 17 دلار لكل قطعة دي الخمات sale prices هبيع بخمسين لكل حتة طيب احنا نبص كده عايزك الاول تقوليلي فين الvariable cost فين التكاليف المتغيرة التكاليف المتغيرة اه فين variable cost material ويه كمان الليبر الكوست اه يبقى انت عندك الvariable كوست هتبقى الماتيريال والليبر الليبر كوست 10 دلار بريونت والماتيريال كوست 17 دلار بريونت يبقى كده هتتكلفي خمات وعملة قد ايه 170 دولار ليه 10 و17 بقيت الكلتين 170 حلوة حلوة التعامل مع النزل اصد 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 هنجمع 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 20 دولار يبقى 27 دولار يبقى اذا ده التكلفة بتاعتي صح كده طب revenue function تعرف هتعمل هالي طب استني استني احنا قلنا انهم هيبقى 27 دولار صح بس انا لشان اكتبه الماثماتيكس لازم اقول 27 عارفة لي اروان لي لان ال x number of units produced فانت لو انتكت قطعة واحدة ايبو 27 لو انتكت قطعتين ايبقى 27 times 2 لو انتكت 3 pieces هتبقى 3 times 27 ولا ايه صح يبقى اذا انا مش عارف انا هنتك كم وحدة لذلك هفترض عدد الوحدات انه هو x لذلك في بداية المسألة دي هكتب ان انا اول assume x at the number of units produced اعتبر ان ال x هو عدد الوحدات اللي هيتم انتاجها معايا جميل حضرتك يبقى اذا على طول الحركة اللي بعديها انا دلوقتي عرفت ان ال vc بتساوي 27x تقدر تقولي لي ال revenue function بكام ال revenue function بكام هتبقى وانت هتبيعي بكام هتبيعي 50 يبقى 50x ولا ايه لو بعت واحدة هتخدي 50 لو بعت 2 هتخدي 100 لو بعت 350 انت انت عارف انت هتبيعي 5 قطعة لا يبقى تتبيعي x يبقى من دلوقتي عرفت ان revenue function 50x وعرفت ان variable cost 26 7x بس فيه هنا رقم اللي هو بتاع ال 2 مليون ده ايه 2 مليون ده ال انتاج في السنة لا ده التكلفة السبتة ما هو اي تكاليف لازم يبقى فيها تكلفة سبتة وتكلفة متغيرة يبقى ده كده اسمه fixed cost يبقى انا لما اجي اطلب total costs لازم تشوف fixed cost بكم وتزودي عليها variable cost معايا ميس روان مع حضرت طبعا لو انت شكيت في الكلام ده تعيدي تقري المسألة تاني هتلاقيني على طول قلت ان المصنع ده بينتج processors ده annual fixed انا اعيل هالك صح ولا صح for running the factory is 2M يبقى اذا ده معنا ان total cost شوفي انا step 1 عملت x1 ده number ال processor number of units بعدين step number 2 كتبت revenue function which is 50 times x1 بعدين الحركة اللي بعدين عايزنا جيب total costs قلت ان انا عندي 2M اللي هو 2 بعدين 6 zeros بعدين عندي material cost 17 عند labor cost 10 sum بتاعهم 27 يبقى total costs بتاعتي بتساوي variable cost plus fixed cost يبقى تكلفتك عبارة عن 2 مليون زائد 27 x تعرفي تعملي للprofit function تعرفي الجبي للprofit function اجيب هزاي الprofit function دايما يروان من غير تفكير تبتفكر في ايه revenue minus total cost يبقى انا على طول هنزل اكتب profit اهو profit function is gonna equal to the revenue function minus total costs so it's gonna be 50 x1 minus 27 x1 minus 2 million million اصبح ده القانون او دي القيمة اللي انا بشور عليها دي الوقت اللي انا معلم على الـ 20 million في دي هو ده profit function معايا معايا روان مع حضرتك لو انا سألتك في المسألة هيجي بعد كده بس انا اعتمد اني ببدأ دي فعايز اجاوب على كل ده لاني عايز اشتهل بأسرع شوية لو انا قلتلك تفتكري عدد الوحدات اللازم انتجها علشان اعمل break even انت عارفة يعني ايه break even يا مصر وات break even يعني الprofit بيساوي سفر فامسك الاكوشن دي اللي هي 23 x1 minus 2 million اقول بتساوي 0 طبعا لو انا عملت كده المفروض تعرف تحليها على طول لان اكيد عندك 23 minus 2 million equal 0 كده انت بتحلي first degree equations اللي انت دخل تمتحني فيها الساعة 12 طبعا اسويها ب0 1 2 million ال other side واسم على 23 يطلع لي x1 value لو طلع فيها fractions approximated to the upper bound يعني لو طلع كسور يعني لو جيت اقسم 2 مليون على 23 طلعها للرقم في fractions طبعا ما انفعش fractions لان انت بتتكلمي على units فامان يا روان يعني بتتكلمي على وحدات وحدة يعني ايه وحدة يعني بالحتة يعني هنتج مثلا يعني مثلا على سبيل مثلا أنا بس calculating بتاعي ودمائي مش حاضر قوي دلوقتي ودمائي مشغول بحاجات تانية لو انا على طول روح تجاي just let in a second لو انت عسمت 2 مليون على 23 هيدي لك 86 956 point 52 بفيش حاجة اسمها point 52 يبقى القيمة او العدد الوحدات اللي انت لازم تنتجيه عشان تلمي الفلوس بتاعك لازم تبيعي 86 957 قطع مش 56 ونص لازم يقو 57 لانك بتنتجي وحدات فما ينفعش فيها كسور انت معايا يا مسر وان مع حضرتك طب لو انا انتجت 100 الف حتة اكسب كام تعرف تقول ليلي 100 الف حتة اه يعني لو انا نجحت اني ابيع او اسو 100 كده حطت مكانه 100 مسألة قريبة من ده مش دي قريبة من ده نفس الفكرة معايا مستر نور ممكن افكر في قصة المحش نور راح فين انت دخلت في غد او يا نور طب ما انا بقولك او شكلك مش صحصح تعال انزل معايا في المسألة اللي بعد مين يحل معايا المسألة اللي بعد نقول نوران احمد عز موجودة معنا طب فين مستر ريمون رقفط كان دايما بيسألني وإحنا عندنا في المتحان كام سؤال طب مستر يوسف هاني ايو معاك طب تعال افتقى يوسف بسرعة بقى اول مستر يوسف بقى انت ايه عارف حلا طب حلو جدا قول لي اقراها الاول وقول لي الحل بتاعها ها قول ان electric factory طب خلاص سدي انا اقراها وانت بس تركز معايا وكل يركز بيقول ان electronic factory is producing three types of processors عندي مصنع whatever بقى المصنع بينتج 3 منتجات APC بينتج الA والB والC المصنع ده تكلفة ادارته السنوية 25 مليون المصنع ده 100 dollars per unit من product A 150 dollars per unit for product B و 225 dollars per unit for product C يبقى انا على طول عارف ان المصنع بالكهرباء بتاعي ده بينتج 3 انواع من المنتجات A وB وC التكلفة السنوية بتاعته 25 مليون labor cost 100 بالنسبة A 150 بالنسبة B 225 للC the material cost is 175 for A 400 for B 750 for C prices اللي هو هيسوأ بيها 500 1000 1500 respectively اوجد total revenue function بتاعت الفاكتوري الانوال total cost الprofit function of this factory وكالكليت الانوال profit على النمبر اللي موجودة تمام يا شباب تمام اوكي يلا نبدأ نشتغل كده انا عايزك تحسب لي total revenue function for this factory تقدر تقول لي total revenue function 2000 زايد 1500 يعني اكتب 500 plus 1000 plus 1500 عايزك ده revenue عشان الول سيج كده يعملوك امتالة 3 عايزك ايوة ازاي ايوة دكتور 500 و 1500 و 1500 2000 و 1000 3 3 طبعا ما حدش يسمع كلام ميسي يوسف الارقام اللي انت شفتها دي لكل قطعة يعني ده معناه يوسف بارش اللي بيتكلم صح يعني لازم يكون revenue function 500 500 في عدد الوحدات اللي بينتجها من A زائد 1000 في عدد الوحدات اللي بينتجها من B زائد 1500 من عدد الوحدات اللي بينتجها من C ولا ايه او فهم مرحب يبقى اذا على طول انا هفترض X1 و X2 X3 انا فهمت انك فهم او هفترض ال A والB والC ان دول number of units reduced يبقى automatic revenue function يا روان لو انا عايز اجيب revenue function هروح جاي على طول كاتب ايه كاتب price في عدد الوحدات يعني 500 times X1 1000 times X2 1500 times X3 طب مين X1 ومين X2 من X3 دول عدد الوحدات اللي بقوم بانتجهم معايا هجر معايا يا احمد معايا فادي روان متابعاني حلو جدا طيب يا يوسف تعرف تطلع variable costs بكم ايوه 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 قول تمام بس ازا امتاني يا دكتور كده في البداية اهوه اهوه انا صغرت سن اهوه هطلع فوق الاول قول لي بس مجرد البداية وانا هنزل الاي مع الاي يا دكتور الاي مع الاي اللي بتاعت اللابر والمaterial الاي مع الاي والسيوعة البي والسيوعة ايوه اهوه انا عملت كده اهوه على طول زي ما يوسف دي يقول اول حاجة كتبت انهم 25 مليون بعدين على طول يوسف بالفعل دخل يبص على المaterial لقى من النوع اللي اسمه 175 خمات وهيكلف عمالة 100 النوع اللي اسمه بي او برودكت نمبر بي او النوع التالب بيتكلف خمات 750 وعمالة 225 يبقى كده انا جيت ادرت اجيب total variable costs جمعت ال 170 plus 100 400 plus 150 750 plus 225 جبت النمبر دي كده انا جبت ال variable costs هجمع ال variable costs plus fixed costs زي ما حضراتكو شايفين 275 x1 550 x2 975 x3 plus 25 million يبقى انا كده جبت total costs بتاعتي الحركة اللي بعدية هروح اجيب ال profit function ال profit function هتساوي revenue function minus total cost تمام 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 صح يا يوسف طبعا خلي بالك وانت بتعمل الحركة دي ان انا بجيب total revenue function دي 500 اشيل منها 275 الالف اشيل منه 550 الالف وخمسمائة اشيل منهم ال970 هو مين اللي كان بيحل معاي في الاول نور شكده برضو انت عارف يا نور الحركة دي زي العشرين والسبعين اللي انا طرحتهم من بعض عشان اشوف الفبسين اللي في جيبي دي نفسها هي هي بالزبط بس في الحركة بتاعة المثال اللي احنا ضربنا في جداية المحضرة كان عندي بروداكت واحد لكن انا دلوقتي عندي كان بروداكت يا شباب اكس وان وا اكس تو اكس سري طبعا على طول مجرد ان انا جبت الديفرنسز يبقى انا جبت البروفيت فانكشن بتاعتي روان لغاية هنا حضرتك متابعاني مطرح معلمت كده ها يا هاجر في اسئلة او استفسار انا عايزة انا بتاعات ايه البروفيت فانكشن مش معلش مش سامع كويس البروفيت ثالث وانت عايزة البروفيت البروفيت هو عبارة عن هو عبارة عن الفرق بين الريفينيو فانكشن والتوتال كوست تعالي رجاي معايا كده بص يا روان ده ام سوري بص يا هاجر ده الريفينيو فانكشن شايفاني انا بتشاور عليها اه تمام اه شايف وعندي التوتال كوست فانكشن انا هنقل بشاور عليها تحت بل اللي فوق انا معلم عليه ده الار اللي انا بشاور عليه تحت ده التوتال كوست شايف الوقت هاندرد سفنتي فايف اكس وان فايف هاندرد ففتي 975 plus 25 ما دين عشان احصل على البروفيت فانكشن لازم اطرح الريفينيو فانكشن اشين منها التوتال كوست فبصي بقى ازاي هعمل ده انا رح تكاتب الريفينيو فانكشن فوق ومينس التوتال كوست تحت هبدأ قول 500 مينس 275 بعدين 1000 مينس 550 بعدين 1500 مينس 975 بعدين المينس بتاع 25 مليون ها تمام حريك شايفاهم تمام حلو في الحالة دي انا جبت البروفيت فانكشن انا علي استفسار لو انا انتقت من ال ا 40 الف ومن ال ب 10 ثانية واحدة لو انتقت 20 الف من ال ا و 40 الف من ال ب 10 000 من الس يطلع اكسب اد اطلع من انت فاهمان يا هاجر او يا دو لو انا انتقت او بعت 20 الف قطعة من ال product number a و 40 thousand من product number b و 10 thousand from product number c كده اجيب من اضربهم في المكسب الاسي بتاعي اذا انا ببيع القطعة الوحدة اللي هو ده يعني اه اللي انا مشاور عليه يعني هشيل x1 وحط ما كانها 20,000 هشيل x2 وحط ما كانها 40,000 هشيل x3 وحط ما كانها 10,000 صح اه طب تقدروا تقوليلي الدخل بكام لو انا عملت 20 40 10 اجيبه منين revenue function اجيبها منين برضو هاخد الثلاث ارقام اللي اتي شوفتهم فوق دول وعوض بيهم في revenue function شايفة اللي انا بشاول عليها دي ايو ايو طيب يطرى التكاليف المتغيرة تبقى بكام variable cost يبقى انا هروح على variable cost انت كده بدأت تفهميني اروح ادخل في variable cost مع واطفين شايل x1 وشايل x2 وشايل x3 وحطت numbers دول مكان يا طرى يا شباب متابعيني مسامعيني يا نور اوكيا يوسف معايا انزل معايا المسألة اللي بعديها دي بتتكلم على model بتاع agriculture انا مش هجيب لك model زي ده علشان طبعا احنا في الصيف وبتاع فهتكلم عليه بسرعة الفكرة هنا ان بدل ما انا كنت بعمل units produced المسألة اللي بتتكلم على انك بتنتج وحدات رجماني المسألة دي بتشرح ان لو انا عندي مزرعة ده تكلفة الفدان وده دخل الفدان يعني عندي مزرعة عدد من الافدانة مش محدد كل فدان بصرف عليه 900 ويدخل 1300 يوم يبقى الفرق بتاعهم 400 تاني اللي وراه الكوست 1100 ويدخل لك 1650 اللي بعده اصرف 750 ويدخل لي 1200 كده على طول انا عرفت الكوست وعرفت ريفينيو بتاعها من هنا على طول اقدر على الحركة اللي بعدها احسب برضو نفس الاسلوب بالزبط التوتال كوست بتاعتي هتكلفني قد ايه هيبقى 900 اكس واحد 1100 اكس 750 اكس ثلاثة كده جبت الفريابل كوست لو بصيت لفوق هتلاقي انه بيقول لك هنا انه عنده 525 الف يبقى زائد الف كوست اللي هي 525 5000 يبقى انا كده جبت التوتال كوست بتاعتي البروفيت فانكشن على طول تتحسب 1300 اكس 1 1650 اكس 2 122 اكس 3 بعدين البروفيت فانكشن لو انا نزلت تحت هتلاقيني اهو جبت الكوست ده فاكس ده فاريابل يبقى ده التوتال كوست بتاعتي حطيت الريفين فانكشن الاول 1300 اكس 1650 واي 1200 زي طرحتهم من بعض على طول جبت البروفيت فانكشن زي ما حضراتكو شايفين دلوقتي لو هو بيقول الشركة دي بتفكر تستخدم 1000 اصر من الفارم الاولينية و1600 من الفارم التالي و1550 من الفارم التالت يبقى انا هنزل على طول اشيل اكس 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 هي نفس الموديل اللي فات بالزبط بس موجودة على ده طبعا انت متوقع عندك في الامتحان يجيلك مسألة زي المسائل اللي انا قلتها فوق المسألة الاولينية دي مهمة قوي ممكن جدا يجيلك مسألة زي دي انزل معايا المثال بتاع رينت الكار ده اعتقد ان انا جبته لزميلك السنة اللي فاتت باين انا ما بفتكرش ان انا بجيب اسئلة كتيرة قوي انا دايما بحاول اجيب اسئلة قريبة جدا من اللي انا بشرحه وفي نفس الوقت تبقى سهلة انها تبقى اكسيسبول بالنسبة لك هنا برضو نفس القصة اللي فاتت هنا الرجل بيكلمك ان فيه شركة ايجار سيارات الشركة دي بتفكر تشتري عربية العربية دي تمانها خمستاشر الف بس انا بدأت هنا اقدم لك المعنى بكلمة سالفج فاليو سالفج فاليو يعني قيمة الخردة يعني ايه قيمة الخردة يعني هو هيبقى معه اي شركة جينتال كار محترمة مش يجيب عربيات مستهلكة يقدرها لك يعني انا لو رايح اقجر عربية ايه مشكلة انك تقجر عربية انك تاخذ العربية من الراجل تطلع العربية بايزة او اطلع عربية فيها مشكلة فما مكان في العالم العربيات هي عربيات موديل السنة متقسمة في يعني لو انت في السعودية لو انت في امريكا لو انت في اي مكان وانس انك بتنزل من المطار حتى ممكن ده بتعمل دلوقتي بتخش تحجز تذكر الطيران وتشوف انت هتوصل الساعة كام تخش على الشركة الشركات بتاع تختار العربية اللي انت محتاجها وتدفع الفلوس بتاعتها بالفيزا العربية منتظرك تنزل تعدى على الشركة تاخد العربية تقلقت المفتاح وفي حتى ما بيتحسبك لما انت تبقى on site يعني ما تنزل وتروح له بس انت حجزت العربية دي يبقى اذا الشركات دي بتشتري عربية جديدة تشغلها معاها شوية بعدين تبيع العربية دي لان ما فيش client هيحب العربية ب15000 هتبيع ها 4500 يبقى تشغل صيارات جديدة خالص تستخدمها شوية في الرنت بعد كده تروح بايعها بعدين بيكمل بيقولك راجل قدر انه يوصل لتكلفة الكيلومتر كم تكلفة الكيلومتر العربية دي طبعا عنده كروز شغالة على دوة رياليستيك تكلفة الرنين كوست 18 سنت خلي بالك الrenting price of this car is 33 سنت يعني 18 سنت طبعا يعني 0.18 دولار وال33 سنت يعني 0.33 سنت from a dollar هنا بيقول evaluate the total cost of the car حسيب للتكلفة الإجمالية the expected revenue function يعطي ال expected return أو revenue يبقى كام طيب الprofit function تبقى كان لو العربية اتأجرت 60 ألف mile over its salvage value time يعني يعني من ساعة ما الشركة خدتها لغاية لما هتبح 4500 العربية اتأجرت 60 ألف mile عملت 60 ألف 60 يعني خلينا اعتبر مايل كيلو سوق اكبر يعني يا ترى المشروع بتاع العربية دي ينجح ولا يفشل مع الشركة دي اعمل ايه في رستفول لازم احدد انا بشتري ب15 هبحها ب4.5 يعني يعتبر التكلفة السبتة علي 10500 دولار يبقى دي اول حركة total cost انا اللي حسبتها ب10500 دولار الحركة اللي بعديها I'm looking for the variable costs حد يقدر يقول الvariable cost بكام بسرعة اذا انتم تابعيني الvariable cost هنا الvariable cost اكتبها بكام ارى المسألة تاني الvariable cost في المسألة بتاعتي المقصود بيها running cost per mile انا كتبها لك running cost per mile يعني ايه running cost يعني تكلفة التشغيل يعني العربية لكل كيلو تتكلف عليك 0.18 دالر لكل mile هنا number of units produced number of miles يبقى في المسألة الاولانية كانت ال x هي عبارة عن عدد الوحدات من ال processors المسألة رقم اثنين كانت ال x1 وال x2 وال x3 كانت number of units produced برضو عدد وحدات بيتم انتاجها المسألة التالتة اللي انا عديت عليها بسرعة كانت ال x وال y وال z number of acers عدد افدنا هنا ال x بتاعتي هي number of miles عدد الميلات يبقى هنا لو انا بجيب variable cost هتساوي 0.18 times x where x number of miles اللي العربية دي بتمشي بيها طب يطر ال revenue function تبقى ايه تبقى 33 cent يعني 0.33 dollars لكل mile لو انت هتصرف 18 cent لكل كيلو هتأجر ب33 cent لكل mile اهو 0.33 x per mile كده يعتبر ال profit function بتاعتك تتحسب ازاي زي ما انا عملت قبل كده بالظبط بجيب revenue function واشيل منها total cost معايا هاجر اه يبقى انا هجيب total revenue function ليا 0.33 x اشيل منها 0.18 زائد 10,500 لانا ده variable cost وده total cost لازم اجمعهم على بعض والله يا شباب انا ما خرقت عن المثال بتاع المحش اللي انا كنت بحشيه اللي انا كنت بحشيه اللي انا كنت بحكيه نفس الفكرة بالظبط ادي ال20 دولار او ال20 جنيه تكلفة الكيلو ادي ال70 اللي انا هبيع بيا لما اطرحهم من بعض هيدين ال50 اللي بحط ها في جيب نفس الموضوع بالظبط ادي ال point 33 x هشيل منها point 18 x يبقى دوة اللي هو marginal profit بعدين بطرح كمان total cost زي ما حضراتكو شايفين يبقى انا وصلت الprofit function طب لأ العربية دي اتقجرت 60 الف مايل انت كذبان ولا خسران اعرف منين انزل على profit function اهي دي profit function اروح شايل x دي وحط 60 thousand اول ما شيل x وحط 60 thousand على طول يظهر قدامي ان profit function بتساوي negative 1500 يعني حد فاهم انا بعمل ايه دي مشاكل مع حد يا شباب انت سمعين اوكي ايو ايو تمام حلو جدا يبقى كل اللي انا عملته ان انا على طول روح تجاي بالpoint 33 x شيلت منها طبعا وصلت الprofit function هشيل الex وحط 60 thousand طبعا معنى ان فيه هنا negative 1500 يعني الشركة دي خسرت 1500 دولار العربية دي ما جابتش تمانها ما جابتش الفلوس بتاعتها طيب امتى العربية دي تجيب القيمة بتاعتها عايز اعرف كام مايل المفروض العربية دي تتأجرهم عشان بانا لميت فلوسي في الحالة دي اعمل break even ازاي بعمل break even analysis هامشي على الارقام اللي انا بتشاور عليها دي شايفين ده الprofit function اسويه بزيرو انا كاتبه لكاوك لو انا حبيت اعرف الbreak even point او امتى اكسب لازم احط البروفيت الاول بيساوي zero ده اخطر سؤال في اي دراس الجدول امتى هلم فلوسي امتى فلوسي ترجع يبقى انا على طول هروح كاتب point 15 x minus 10 500 بيساوي zero يبقى ال x بتاعتي هتساوي 10 500 اقسمها على point 15 يبقى لازم العربية دي الاول تتأجر 70 الف مايل يبقى الشركة تعملي الشركة بتيجي كده تبص على العربية اللي موجودة عندها لازم العربية دي خلال الفترة اللي هي هتهولد العربية بالموديل ده موجود عندها العربية دي لازم تتأجر 70 thousand مايل لو تأجرت عدد مايلات اقل من 70 thousand الشركة تخسر طب لو تأجرت عدد يا شباب حضراتكم تابعيني اي استفسار في اللي انا بقوله ايا رمون انت رفع ايدك اقول تمام يعني تمام تمام ميس ماريوم يا طرق المايك بتاعك شغال تحلي مع المسألة اللي بعد اوكي انزل معايا هنا بدأ يعرفك الbreak even بقى analysis بالزبط بيقولك ان break even ده يحصل لو الprofit بيساوي zero زي ما انا عملت في المسألة اللي فاتت او لو انا حطيت revenue function بتساوي total cost على طول من هنا اقدر اطلع الbreak even analysis بتاعي هنا اهو بيكلمك على الbreak even هنا بيقولك بيدي مسألة بيقول ان انا عندي واحد بيفتح project البروجيك ده عبارة عن غسيل سيارات هشتري مكنة كده زريفة العربية بتخش فيها تتغسل وتطلع من الامة التانية نظيفة يعني انا انا واحد من الناس ما عنديش الوقت ان انا اروح اركن العربية واسبها ساعة تتغسل ما عنديش وقت حتى لو عندي وقت فاضي افضل ان انا اقعد ما اعملش اي حاجة يبقى الوقت بتاع الغسيل بتاع العربية ده اصبح بالنسبة لي مشكلة ينفعني اوي البروجيك ده منتشر جدا في امريكا يمكن يكون في كل كاونتي في اكتر من حاجة في كل تقريبا هتلاقي عندك الجزء اللي هو بتاع الغسيل ده تشتري مكنة محترمة كان في بعض الشركات حطتها هنا في مصر بس بتاع لي انا مش شايف انها منتشر اي او مش شايف هي انت مفيش هنا ليبر مفيش هنا عمالة مشتري مكنة ب150 الف مثلا زي دي العربية بتخش من يما انا بخش كده من يما اطلع من يما تاني العربية غسلت من برا في ثانية الموضوع ده ياخد مني ياخد مني بالزبط في حدود 3 دقائية 4 دقائية شي من هذا القبيل العربية بتدخل على طول في المكنة دي العموما يعني تكلفتها 150 الف دلات المية والصابون والمصاريف والكهرباء وخلافه بيكلف 5 هتكلف عليك اهو بيكلم بيقول يعني انت العربية هتتغسل بخمسة دلار ونص على كل العربية انت هتاخد خمسة دلار واخلي بالك الفكرة بتاعة الغسيل اللي انا بحكي لك عليها دي ماينفعش الغسلة بخمسين ولا لا لانت عايز حاجة بعشرة جنيه يعني انا ماشي بالشارع خلاص انا اخش شخص اقل من دقتين حط عشرة جنيه العربية يتخش يتزقل عليها المية بالصابون بالبتاع وتتنشف وتخل من اليوم التاني ونضيف دي الفكرة طبعا هو بيبيع 5.5 دولار كمل بيقول لك اهو يبقى اذا انت عندك 5.5 بركار ده بيسوي 1.5 دولار بركار يبقى اذا انا عند العربية بتاعتي هتخش الماكان بتاعت الغسيل تكلفة كل عربية دولار ونص هتبيع انت او هتاخد 5 دولار ونص هنا بيسألك how many cars must be washed in order to recover 150 thousand اللهم البرشيز برايس يعني هوا دفعت 150 الف اغسل كام عربية علشان اعمل break even علشان اسد الفلوس دي يعني بص يا هاجر هو مش شرط يبقى معاك الفلوس حاليا في شركات في شركات توزيع فلوس شركات تأجير فلوس بنوك بتقدم قروض كلهم معنى واحد وهو معنى انا ادي لك قرد يعني انا بأجر لك فلوس فكرة القرد اصلا هو اجار للفلوس انا بأجر لك الفلوس عشان كده بديلك القرد وانت بتسديه اكتر من قيمة القرد لكن اكتر خدت الفلوس بتشتغل بيها طيب الفكرة ان الرجل هياخد المية وخمسين الف دلار دول هيستلفهم من حد المية وخمسين الف دول دراست الجدوى بتقول ان العربية واحد ونص هيبيع بخمسة ونص عايز اعرف يخسل كم عربية عشان يسد الفلوس اللي عليه تعال بقى ننزل كده اول حركة هعمل هبدأ على طول اكون ال revenue function بعدين total costs function بعدين profit function اول حركة total revenue function total revenue function هتبقى 5.5 x طيب بالنسبة للvariable costs هتبقى 1.5 x طيب بالنسبة للprofit هيبقى difference between ال revenue 5.5 minus total costs انا جبت total costs وطلعت revenue function 5.5 وهبدأ اطرحهم من بعد 5.5 x minus 1.5 x يدي لك 4 dollars minus 150 1000 كده انا جبت الprofit function معايا يا شباب لو انا جبت اي قيمة او اي amount في ال x يبقى انا على طول ارفت انا اطلع الprofit بتاعي يعني على سبيل المثال لو انا بعت مثلا لو على سبيل المثال غسلت 20 الف عربية اعرف ازاي هلوح رايح شيء لل x دي وحطت مكانها 20 thousand لما اعمل الحزبة لا انا لسه behind طيب لو ال x دي كانت 60 thousand خلال السنة او خلال فترة محددة غسلت 60 الف عربية لو غسلت 60 الف عربية بس 60 الف ب4 ب2 و40 الف شيء من 150 الف إنت 90 الف فوري طب انا عايز عدد العربيات اللي بعديها ابدأ اتبسط وعصابي تاهدأ وانا كده سديت الفلوس اعمل ايه اخد البروفيت فانكشن اسويها بزير زي ما انا عملت كده خدت البروفيت فانكشن خليت بزير يبقى عند البرك ايفن بتاعي 37 500 يبقى الراجل اللي انا بتكلم عليه ده لو غسل 37 1500 عربية يبقى الراجل ده 100 كسب على طول على فكرة الرقم ده مش ضخم بالنسبة للفكرة بتاعت العربيات اللي انا بتكلم عليها يكاد يكون غالبية زي ما انا قلت لك الموضوع منتشر جدا فالصبح بدل ما خلي الراجل بوابي يخسلك العربية ولا حد مثلا انت متفق معايا ينزل تحت البيت يخسل العربية مش محتاج ده انا انزل من باب البيت ادور العربية بتاعتي وهي لو عليها التراب عليها وهو روح ماشي داخل البنزينة دي او داخل البروجيكت ده بدفع خمسة جنيه بس خمسة دلار يعني خمسة جنيه بدفع خمسة دلار او الخمسة جنيه ولا القيمة اللي انت هتاخدها العربية تطلع جديدة زيرو اتغسلت وتنشفت وكل حاجة وتحط عليها كمان ملمع اوكي عندك كمان مسألة على موجودة تحت بتاعت ياريت تواعد ديت عليها النقطة التانية اللي انا عايز اكلمك عليها النهاردة يبقى خلي بالك برضو قبل ما اخش في الpoint دي كل اللي انا قلته لك دلوقتي هو عبارة عن ايه عبارة عن الابليكيشن الدايريكت على شابطر ون انت لم تتعدى المعادلة اللي من الدرجة الاولى زي المثال اللي انا عملته من شوية انا كنت بحل 6.25 المثال اللي قابلي كنت بحل 4x minus 150 يعني معادلة واحدة في مجهود واحد يعني اول كلمتين انتقدتهم في شابطر نمبر اول اول في الجزء على الجبرة لو دخلت على الديبريشيشن موديل الديبريشيشن موديل بيتكلم من لي او او الديبريشيشن ديريكت على الستريت لاين ايكويشن على معادلة الخط المستقيم ايه قصة الديبريشيشن دي يا شباب ها مس روان لسه موجودة معنا انا كان معنا حد اسمه روان باين موجودة روان هيرفت لا لا والله موجودة وهاجر موجودة صح فيه نوران نوران دي برضه انا مش عارف نوران موجودة معنا ولا ارواح موجودة معنا وخلاص ها مس نوران طيب مستر يوسف هاني لا يوسف معنا كويس الحمد لله احمد محمد الحسيني طيب انا ادرس معصود حضرتك تمام مس اسراء المايك بتاعك شغل معنا برضه احد مسامح اه طب حلو قوي بص بقى اسراء ركز معايا الموديل ده حلو الموديل ده يا جماعة بيتكلم على مشكلة خطيرة جدا على فكرة بدأ الكلشور دي امتشر عندنا هنا انك تعمل ريسيل او تعمل ديبرشييشن لحاجات موجودة عندك في البيت زمان زمان يعني كنا اغنية كانت الحاجة اللي بتبوز بنرميها دلوقتي الناس بتفكر كويس جدا لو عنده حاجة في البيت ازاي يقدر انه هو ياخد قيمة قدام الحاجة اللي موجودة عنده في قلب البيت ده فكرة الديبرشيشن ايمة على كده انا عندي شيء بشتري جديد بعد فترة عايز اتصرف فيه القانون الاساسي او المعدلة اللي انا هقدر احسيبها او الاكويشن اوف فيليو بتاعتي يعبار عن الفيليو بيساوي امتي بلاس في نود وير الام ده الريت اوف ديبرشيشن معدل الاستهلاك او معدل الاهلاك ده القانون الاساسي على فكرة ايه ارى كده في بيساوي امتي بلاس في نود بالزبط زي وي بيساوي ام اكس عشان اقدر اجيب الاكويشن بتاعة ال بستخدم القانون بتاع الاستريت اللي بيقول y minus y 1 على x minus x 1 بيساوي y 2 minus y 1 على x 2 minus x 1 غالبا بيستخدم القانون ده هضر انزلوا معايا كده هنا بيقول this will give you the following summarized data اللي موجود تحت ده هيدي لك summarizing للdata بتاعتنا ميدي لك هنا الpoint اللي هي t node و v node والsecond point اللي هي t final و v final ميدي لك الpoints ادي ال x و v و هنا ال x و v ده ممكن يبقى السعر بتاع الحاجة بتاعتك وهي لسه brand new يعني انا شاري اي عربية جديدة ماشين جديدة حلة جديدة whatever ده سعرها وقت ما كان الاستخدام بتاعها ب zero يعني زي ما انا ما بقول كده ايه او زي ما احنا ما بنقول ده 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 كارتونة بتاعتها الpoint number two ده after been used for a while بعد ما استخدمتها الفترة ده زمن الاستخدام وده ال value بتاعت الماشين بعد زمن الاستخدام بتاعها يبقى انا عندي هنا ال T وال V T node V node عندي هنا T final وال V final او الاسعار الزمن والvalue بعد الاستغلاك لفترة محيلة هنزل تحت على طول ابدأ اعمل formation للstraight line equation تبقى V minus V node على T minus T node الكلام ده بيساوي VF minus V node على TF minus T node هبدأ اعمل substitution بتاعي ازاي هعمل substitution ده هروح اشيل VF اللي هي final value بتاعت final value اشيل منها V node واعمل division على TF minus T node فاكن لما كنت بقول Y minus Y node على X minus X node انت داخل برضو تبتحل فيه 19 هنا Y2 minus Y1 على X2 minus X1 هو نفس الكلام بالزبط لما استخدم اللو ده هقدر اجيب equation of value وبالتالي اقدر اطلع depreciation rate أو rate of depreciation معدل استهلاك بتاعي واقدر اتنبأ بسعر الشيء بتاعي ده هيبقى سعر ركام بعد فترة زمنية تعال انزل معايا ادي مسألة جميلة جدا وطبعا ده لازم في المتحان لازم لان ده application على شابتر 2 ان الجبرة الجزء الاولاني كان application على شابتر 1 ان الجبرة هنا بيقولك new machine prices 80 thousand انا هشتري مكانة جديدة بـ 80 الف the machine will be fully depreciated after 6 years المكانة دي هتبقى fully depreciated يعني استهلكت استهلاكا تماما معايا ينفع فيها اي حاجة هتتشال تتريم في الزبار طبعا معنى انها new يعني ثمن الاستخدام بتاعها بزير the machine will be fully depreciated after 6 years يبقى بعد 6 years هتبقى الvalue بتاعتها بتساوي 0 ادي 2 points انا حطط لبعه المachine بتاعتك new سارها 80 thousand استهلكت 6 years يبقى الvalue بتاعتها بتساوي 0 لانه قال لي انها fully depreciated انا عندي 2 points عايز احسب l-equation of value اروح قايل v minus v1 على t minus t1 الكلام ده بيساوي v2 minus v1 على t2 minus t1 اهو انا كتبت اللو وعملت عليه الـ طبعا ما يضرش ان انا اجي تحت زي ما كنت بعمل equation of straight line بالزبط اجي تحت 0 اكتب t0 t final واجه هنا تحت اكتب v final بعدين اطبق في اللو بتاعي v minus v node على t minus t node هيساوي vf minus v node على tf minus t node واحسب القيمة بتاعتي وعمل cross multiplication يبقى 0 minus 80 thousand الكلام ده divided by 6 بعدين هيساوي v minus 80 على t وعمل cross multiplication بتاعي اصبح ده القانون بتاعي t plus 80 thousand طب لو انا عايز اعرف الprice بتاع الماشين دي after been used for 4 years اروح رايح شيء لل t وحط اطلع الفيديو بتاعتي على طول شباب واضح المسألة فيها مشاكل تمام يا هاجر تمام يا روان تمام اوكي اسراء المسألة اللي بعدين زيها بالظبط الفرق الوحيد ان انا هنا مدي لك قيمة لل salvage هاشتري المعدة دي ب300 الف هستخدم ها شوية بعدين هباح ب48 الف نعيد تاني هنا بيقول لك مكانة جديدة انا هشتريها ب300 الف يعني تمن الاستهلاك بتاعها بعد ما تستخدم 8 سنين 48 8000 هيبقى تماماها 48000 بيقول هنا form the depreciation function كوين لدن لت depreciation و determine the time for the machine to be fully depreciated وحدد لي الزمن اللازم عشان المكنة دي تبقى انتهت تماما كل اللي انا هعمله direct substitution في القانون بتاعي the machine is new يبقى the usage time zero the value of the machine 300,000 point number two اللي هي بعد ما تستخدم 8 سنين قيمتها ب48,000 بعدين هبدأ اكتب القانون V minus V node على T minus T node الكلام ده بيساوي V F minus V node على T F minus T node برضو هبدأ اوجد القيمة ليه استفسار لو انا سألتك على depreciation rate كل اللي عليك تعمله انك تحسب اللي slope ما depreciation rate وال slope يبقى اخد 48,000 minus 300,000 over rate يبقى انا بطلعها طوله هيطل اكينا negative 31.500 ممكن انا يقول determine the time that machine will be fully depreciated بعد ما جبت the equation اللي حرق شايفها دي حطيلي value zero معنى انها fully depreciated يعني value بتاعتك بتساوي 0 يعني value بتاعت المachine بتساوي 0 كل اللي انا هعمله هاجي على القانون ده ورح نساوي 0 يبقى على طول هطلع من هنا time المكان بتاعتك تساوي في 0 after 9.5 3 يعني مكان دي مش هتساوي وانا ماليه شباب حضراتكم طبعيني شابتر 1 كده خلص ان شاء الله من غير مقاطعة طبعا ده الشابتر الاولاني انا مش هخش في شابتر 2 اللي هو بتاع simple interest النهار ده انا هكتفي بالقدر ده كويس جدا بالنسبالي وهسيبك تقوم تحاول تراجع للشغل بتاعك وتجهز للامتحان بتاعك خليني نستو ركوردنگ